عامين تاعيز ينضم إلي مجد ديشكري مراسل الغد لمزيد من المعلومات إذن مجد أين وصل الجيش الوطني وهل هو بات على مشارف مدينة الحديدة نعم وأن قوات الجيش أو قيارة الجيش الوطني واتح على تدرس إمكانية إدخال القوات من التدخل السريع إلى مشارف مدينة الحديدة ربما عدد بعملية عسكرية أو مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد ميليشيات الحديث في مدينة الحديدة القوات لم تبارح على كناحة أهل من أثناء إلا ليس هناك تقدم كبير في المناطب التي وصل إليها الجيش خاصة في منطقة أو مدينة البيت الفقري لكن تحدثت القيادة العسكري تدرس إمكانية إدخال فرق من قوات التدخل السريع ربما لاتفادي وقوع ضحايا من المدنيين خاصة وأن الميليشيات تستخدم المدنيين دروح بشرية ودخلت إلى الأحياء السكنية أو نشرت قوات في أحياء طيب مجد كنت أريد أن أسألك هل من معلومات توضح لماذا قام الجيش الوطني بالتوقف قليلا قبل الدخول إلى مدينة الحديدة يعني آخر الاشتباكات التي حدثت هي في منطقة الدريهمي ومن ثم تحدثت بعض وسائل الإعلام أن هناك اشتباكات في مطار الحديدة هذا التوقف هل له من مبرر؟ نعم قوات الجيش ترجع هذا المترجم في حتم المعرفة لحساب على سلامة المدنيين والأهام في مدينة الحديدة يقال بأن الميليشيات نشرت قواتها في الأحياء السكنية وفي وساط مراجل أو في محيط مراجل المدنيين وهذا ربما الأمر ربما يعرسل من خير العملية الأكثرية هناك أيضا أسباب أخرى عرجت التقدم وأخرت الحتم وتقدم القوات وهي زراعة سنة الغان بشكل كثير من قدم الميليشيات في الخرق الرئيسية وهيضا في الخصة الباحية وهذا ربما الأمر يحتاج لبعض من الوقت حتى المعرفة شكرا جزيلا لك مجددين شكري مراسل الغد كنت معي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا